إذن من أربيل ينضم إلينا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور هيثم المياحي حياك الله مرحبا بك دكتور هيثم في النشوة الرئيسة الأنباء تشير إلى أن سبب زيارة وفد إدارة الدولة إلى أقليم كردستان وأربيل تحديدا ولقائهم بأسيد مسعود برزاني هو الضغط على الحزبين الكرديين من أجل التوصل إلى اتفاق لحسم منصب رئاسة الجمهورية هل تم الحسم فعلا وهل هو هذا السبب الرئيسي للزيارة أم لا تحية لك سيد العلي وإلى سيدات وسادة متابعي برنامجكم والحصاد أيضا وإلى السيد ساهر أيضا في بادي الأمر دعني أقول أن المفاوضات والتحالفات واللقاءات مستمرة فيما بين المكون الشيعي في بغداد والمكون السني وأيضا المكون الكردي بما أنه اليوم كانت هناك زيارة تلت الاجتماع الذي حدث في بيت السيد عمار الحكيم بالأمس ليلة البارحة أفوا وكانت هناك نقاط يجب أن نناقشها فيما بيننا كسيادة وأيضا من هو مرشح لرئاسة الوزراء السيد الحمد الشيع وسيد خميس الخنجر وسيد الحلبوسي نتاج الاجتماع إيجابي جدا لحد هذه اللحظة نحن نتوقع أنه الأمر بين الاتحادي وبين الديمقراطي محسوم ولكن سوف نصدر بيانا سوية في 24 ساعة المقبلة لأنه جلسة يوم الأربعاء ليس كما يشاء عليها وعنها في السوشال ميديا خلال هذه اللحظات قبل أن أدخل يقال أنه سوف تلغى لا أبدا سوف تكون هناك جلسة ومن المحتمل أنه سوف يطرح مسمى رئيس الجمهورية وهذا الأمر سوف يحسم من أجل أن يكلف السيد محمد الشاء السوداني المتمسك فيه الإطار بالكامل والأخوة أيضا في تلاف الدولة لا يوجد هناك فيتو عليه لحد هذه اللحظة الأمور تسير بهذا الطريق نعم سيد هيثم دعني أرحب بك مجددا وشكرا لتلبيتك دعوة الحوار ما هي أبرز النقاط التي تم طرحها ومناقستها في اجتماع الذي تم في أربيل لسيما أن اليوم يصادف مرور عام على إجراء الانتخابات المبكرة نعم الأمر لا يتعلق بالانتخابات المبكرة وهذا الشيء سابق لأوانا علينا في بادي الأمر الدخول في داخل قبة البرلمان يوم الأربعاء وطرح اسم مرشحنا كمكون كردي إلى وهو رئيس الجمهورية هناك من يريد أن يفرض بعض النقاط وقد طرحت علينا من قبل بعض الأخوة الضيوف الذين أتوا إلى أربيل خلال الأسابيع التي مضت وحتى في لقاء اليوم كان هناك حديث لبعض النقاط ما يتعلق بسماحة سيد مختدى الصدر والحنانة والأمر الذي سوف إما ذهبنا في تكليف رئيس وزراء وتصويت على مرشح رئيس الجمهورية يوم الأربعاء إذن ماذا سوف يحدث؟ هل سوف نستضم مع سماحة سيد مختدى الصدر لعدم قبوله بهذه الشخصية؟ أو سوف نضع نقاط أم نعطي تنازلات كأحزاب من أجل أن لا ندخل في صدام كبير بين الشارع وجمهور السيد الصدر وبين الأخوة في التيار اللي هم كنا نتمنى أن يكونون جزء من العملية السياسية ولكن لحد هذه اللحظة ولحد هذه الأونة هم مصررين على أنه يطلبون انتخابات مبكرة وما كفيته على محمد شفنا كبير يعني ولا يوجد هناك أيضا تدخل في مسماحة رئيس الجمهورية إلا أن هناك طبعا مطالب خاصة وننتظر أيضا الاستجابة من قبلهم خلال اللحظات الأخيرة اللي هي جايقودها بعض الأخوة في السر وليس في العلن يعني دكتور هيثم قبل قليل حضرتك طبعا لمرتي أن أكدت بأنه جسة الأربعاء من الممكن أن تعقد وأيضا من الممكن أن يتم تسمية رئيس الجمهورية هذا يعني أن هناك اتفاق ما جرى بين الحزبين الكردية هناك توافق بين الحزبين بالاتحاد والديموقراطي ولا يمكن أن تبقى الأمور على ما عليها كما أشار السيد مسعود برزاني مسبقا أنه الدولة والعراق والشعب العراقي اللي ينتظر صالة 11 شهر من حقهم أن ندخل في داخل قبة البلمان ونصوت ونضع الكرة في ملعب الطرف الآخر لأنه لا يمكن أن نكون نحن المتهمون أمام الشهر العراقي بأننا الذين عطلنا العملية السياسية كما دائما نسمعها في أجهزة التلفزة والأخوة يتناقلون التهم على الديموقراطي أو على الاتحاد بأننا كنا المسبب الأساسي في عرقلة العملية السياسية خلال هذه الأشهر التي مضت لذلك التوافق حصل ولكن ذكر اسم المرشحة شوية صعب أنا أتوقع سوف لا تعاد ولا ندخل بسيناريو 2018 الذي سبب مأزق لنا كديموقراطي وحتى الأخوة كانوا غير قابلين بما حدث سواء كانوا من المكون الشيعي أو من الكردي الاتحاد وغيرهم نعم سيد هيثم أنت قلت قبل قليل بأن هناك بيانا سيصدر من اليكتي والبارتي بخصوص مرشح لرئاس الجمهورية هل هناك تسريب لمتابعين دجلة لمعرفة هذا البيان الذي تم بين الحزبين الكرديين هو لن يكون بيانا قلت سوف ندخل في داخل قبة البرلمان يوم الأربعاء ونعلن عن مرشحنا هذا الشيء في ظرف كامل لحد هذه اللحظة لن تألن ما هي النقاط التي سوف ندخل فيها إلى داخل قبة البرلمان وأجندة يوم الأربعاء للبرلمان لحد هذه اللحظة ولكن أنا أود أن يشير إلى ثلاث نقاط في هذا المرشح أولا هو تسنم مناصف في الدولة العراقية سابقا وشخصية معروفة وتوافقية بين الحزبين لديه بعض المقبولية من قبل فخانة الرئيس مسعود برزاني وأيضا من قبل الاتحاد إذن ما رح يصير عليه أي إشكال من الأخوة وحتى المكون الشيعي والمستقلين أيضا أعتقد ما عندهم مشكلوية لمن يتبع دكتور هيثم لمن يتبع لديمقراطية من الاتحاد لماذا هي هذه صعبة؟ المكون الكردي دعونا نقول هل سمو أنت قربتها كلش ذكرت بأنه تسنم مناصب ومقبول من أخوة نقاط جوز ما أحد يقدر يحكي بيها ولكن خذها هدية من عندي أنا أقول لك هو توافقي ورجل يمتلك مناصب سابقة ومعروف أيضا ولكن دعني أشير إلى هذه النقطة ليس برهم صالح ليس برهم صالح شخصية ثانية تحظى بتوافق الكرديين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردساني الإطار التنسيقي موقف شنو بالإضافة إلى موقف التيار الصدري دكتور بهذه الشخصية تحديدا لحد هذه اللحظة لا يوجد أي فيديو أي مشكلة من قبل الإطار التنسيقي وإن كان هناك وجود للتيار الصدري وممثلي في داخل قبة البرلمان أنا أعتقد سوف يصوتون له أيضا طيب اليوم دكتور أيضا تم طرح اسم هذه الشخصية على الوفد اللي يمثل إدارة الدولة شنو كانت فعلهم مثلا بالصراحة هم لن يأتوا من أجل شخصية فقط من أجل شخصية مسمى رئيس الجمهورية بل هناك أمور أخرى تتعلق بسيد محمد الشاعر السوداني ورئاسة الوزراء وما هي المشاكل التي سوف نقع فيها مستقبلا بما يتعلق بمناصب الأقليم ومناصب بغداد والمركز وما يشابه ذلك لكن برئاسة الجمهورية سوف ندخل أم لا نعم سوف ندخل ورؤية سيد مصعود برزاني بأن الديمقراطي يجب أن يكون في داخل قبة البرلمان ويعطي الصوت بنعم أو لا ولكن إثبات وجود ضروري جدا ولا يسمح بالتدخلات الخارجية أكيد كما هو رفض أن تتدخل سواء كانت فرنسا أو غير فرنسا في اختيار رئيس الجمهورية أو في فرض إرادات على أحزاب سياسية عراقية وكنا رافضين أيضا لما طرحته سيدة بلاس خارج في مجلس الأمن الدولي لأنه لا يجوز لها أن تعمم ليس جميع الأحزاب فاسدة وليس جميع الأحزاب مقصرة هناك من قصر نعم في جزيئة بسيطة ولكن هناك من قصر مئة بالمئة وهناك من خمسة وسبعين بالمئة والتعميم شيء غير مقبول بالنسبة للمكان نعم سيد هايفم بالنسبة لحليفكم السابق التيار الصدري هل تمت مناقشته بشأن خياراتكم؟ بالنسبة لسماحة السيد مقتد الصدر هو أعلنها استقالة السياسية وأيضا الشعبوية وراد أن يعزل نفسه بالكامل ولكن من الأدب العرفي السياسي نحن متواصلين مع سماحة سيد مقتد الصدر ولدينا أيضا مجسات أنه من هو يقبل بي ومن هو يرفض لحد هذه الأيام الأخيرة سيد رئيس مسعود برزاني قال يجب أن يكون لسماحة سيد مقتد الصدر والصدريين وجود في داخل العملية السياسية وإن لن يكونوا هناك أعتقد الصوت نسمعك دكتور تفضل نعم وإن لم يكن هناك مشكلة نتمنى أن نجد حلا كي يكون سيد مقتد ومن يمثل سيد مقتد في اجتماعاتنا ولكن نحن شهدنا رفضا من قبلهم في بعض الأحيان لحد هذه اللحظة لن نسمع فيتو من قبل سماحة السيد ولا من الحنانة بما يتعلق بالمرشح وسط الصورة شكرا جزيلا شكر عضو الحزب الديمقراطي الكردساني دكتور هيثم المياحي شكرا دكتور ترجمة نانسي قنقر